من حيكم مشاهدين من برنامج نحكي من منصة هنا لبنان التطورات على الساحة الداخلية طبعا ستكون هي محور هذه الحلقة لسيما فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية وما يجري أيضا على أرض الجنوب من حرب مستمرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي وطبعا ما استجد في الساعات والأيام الأخيرة لجهة تحرك اللجنة الخماسية على صعيد الاستحقاق الرئاسي ونستضيف في هذه الحلقة المرشحة الرئاسية السيدة مي الريحاني أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك استثبت غسام أنا مسرورة أكون معك أهلا وسهلا وأنا كمان أبل أن نبلش الحوار بدنا نشوف أنه بياك روبرتاج صغير إليه علاءة بالتطورات التي تحصل بلبنان خلينا نشوفه سوا يدرك سفراء اللجنة الخماسية أن جولتهم على المسؤولين والقيادات اللبنانية لن تؤدي إلى خرق سريع في جدار أزمة الاستحقاق الرئاسي ولكنهم على الأقل يريدون أن يبقوا الصوت مرتفعا في المطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن مع أنهم يعلمون جيدا أن مفتاح البرلمان هو في يد حزب الله فهو الذي يقرر متى يفرج عن الانتخابات وإلى متى يبقيها رهينة كل ذلك يجري على وقع استمرار الحرب في الجنوب وكثيرون يربطون الاستحقاق الرئاسي بنتيجتها ونتيجة الحرب في غزة وما إذا كان القرار 17-01 سيطبق بفعالية وجدية أم أننا سنعود إلى وضع سابق للسابع من أكتوبر حيث كان الجنوب يتمتع بهدوء ولكن لم يكن يتمتع بأي إجراء لتفادي الحرب التي اندلعت مذكرة أهل الجنوب بما حدث في حرب تموز عام 2006 وقد يتكرر هذا السيناريو وهذا المشهد أكثر من مرة إن لم يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب وحل طويل لأجلي بين لبنان وإسرائيل يعني فيه رابط شيء حاليا بين ما يجري في غزة وما يجري في جنوب لبنان وانتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان فيه رابط بيناتهم يعني مش ممكن يحصل الاستحقاق الرئاسي إذا لم تنتهي الحرب طبعا فيه رابط بيناتهم ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه مش ممكن يحصل إلا إذا انتهت الحرب فيه أمل أنه ربما تحصل الانتخابات الرئاسة حتى قبل انتهاء الحرب ومن ناحية تاني فيه أمل أنه يصير فيه هدنة طويلة والهدنة الطويلة توصل لإنهاء الحرب يعني بلا هدنة صعب إنهاء الحرب الهدنة الطويلة اللي عم يطالب فيها هي ست أسابيع مش أربعة وإذا حصلت هالهدنة الطويلة ربما هالست أسابيع تسمح للديبلوماسية العالمية تقدر تقنع الفرقاء كلهم بإنهاء الحرب وبتقدر تقنع الفرقاء اللبنانيين بانتخاب رئيسة الجمهورية؟ هيدا هدفهم يعني يشتغلوا على موضوعين بنفس الوقت انتهاء الحرب وانتخاب رئيسة الجمهورية وأنا بقول هالشي بناء على جولة قامت فيها لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية على الحكم الأمريكي وقالوا لنا بالحرف على الكلام إنه بدون ينهو الحرب ويعملوا انتخابات رئيسية نينسوا نينسوا يعني بنفس الوقت مش وحدة ورد تاني مش وحدة بانتظار الأولى لأ نينتهم بدون يشتغلوا عليهم نينتهم ولكن بدون هدنة طويلة والهدنة الطويلة على أمل توصل لسلام مش بس هدنة طويلة يعني حال طويل الأجل حال طويل الأجل اليوم اللجنة الخمسية عم تتحرك يعني وعم بوسع التحرك هالمرة كمان مضبوط سفراء يعني بتضم الولايات المتحدة فرنسا السعودية قطر ومصر بس ولكن لحديث اليوم ما قدروا يعملوا أي خرق خاصة مع الرئيس نبيه بري أنا اللي بقوله هو التالي ما بنعرف إذا ما عملوا أي خرق ما بنعرف إذا فيه تمهيد خطوات عديدة للتمهيد للخرق يعني ما ممكن يعملوا خرق بين ليلة وضحاها ولا ممكن ودولة الرئيس بري عم بيستقبلون عم بيتحاور معون هلأ فيه ناس بيقولوا إيه وعم بيردون بلا نتيجة وفيه ناس عم بيقولوا لأ عم بيقدر يحاورهم بطريقة أنه ربما يتفاهموا على شيء يعني برأيك لهذه اللجنة بتوصل إلى نتيجة أنا عندي أمل أنه توصل إلى نتيجة ما فيه أكد تكون دقيقة كمين ما بيقدر أكد بس عندي أمل أنه توصل لنتيجة لأنه هالمرة هاللجنة الخميسية عم تشتغل بجدية كتير كبيرة ودولة الرئيس نبيه بري ما عم بيقول لا لأي اجتماع معون وما عم بيطلع أخبار أنه رفض عدد من الأمور اللي عم يطالبوا فيها عم يقولوا وعم يتابعوا البحث طيب البعض يتحدث عن عقبة أساسية يعني أمام إنهاء الحرب وأمام الانتخابات الرئيسية وهي عقبة حزب الله طيب هذا الموضوع كيف سيعالج هل حزب الله بهذه السهولة سيقبل بإنهاء الحرب من دون أن يعلن أي انتصار هل سيقبل بانتخاب رئيس جمهورية من دون أن يكون هذا الرئيس موالن له أو أنه لا يطعن في ظهر المقاومة كما يقول الحزب أنا برأيي أنه حزب الله ما رح يتنازل عن أي شيء بدون ما يأكد أنه ما في طعم بالظهر نيح شو معناتها إذا الحكي معناتها في حوار مع حزب الله لي إيجاد حل اللي بيرضي حزب الله ويرضي إسرائيل كيف صعب جدا إيه صعب جدا إيه هني عم بيقولوا عن طريق السبعة عشر سفر واحد السبعة عشر سفر واحد ما عليها تتطبق بكل بنودة دغري فيها تتطبق على مراحل والمرحلة الأولى فيها تكون بند واحد بس مش عدة بنود شو وقف اطلق نار دائم وقف اطلق نار دائم هيدا البند الأول وإذا بدون يزيدوا بند العودة عشر كيلومترات لورا ولكن مش البند هلي بيقول وتسليم السلاح إلى الجيش هيدا لا هيدا مش هيدا هيدا بيجي بعدين وقف اطلاق نار دائم والعودة عشر كيلومتر لورا إذا بيطالبوا أكتر من هايك هلي عم بيحاوروا حزب الله هلي عم بيحاولوا يأنعوا حزب الله بيجيه رح يفشلوا فيه واقعية بالسياسة صحة أو لا ما نكون نفس الوقت عنا هدف بعيد مثالي اللي منا نصله بعد وقت وهدف قريب المدى أصير المدى اللي منا نصله هلأ اللي هو بداية الطريق يعني 17-01 مش بند واحد ومش بندين عدد من البنود منطبق الفينا نطبقه هلأ الفينا نتفق مع حزب الله عليه هلأ على أمل نقدر نطبق أكتر فيما بعد طيب هذا الكلام يعني ما بيعني أنه قد يكون هناك صفقة يسلم بموجبة لبنان إلى حزب الله لا أنه الإسرائيلي شو فارع معه لا بالآخر أنه المهم يسود الهدوء عنده على الحدود الشمالية لا ما بيكون في صفقة هيك ما بيكون برأيي أنا عم بعتك رأيي نعم عم بعتك رأيي المجموعات كتار أو قيادين آخرين أو عم بعتك رأيي أنا أنا بقول فينا نعمل اتفاق مع حزب الله دون مقايدة مثلا على رئيسة الجمهورية كيف فينا نعملو كيف فينا نعملو نلقي طريقة ربح ربح يعني حزب الله استمراريته بالحرب في خسارة كبيرة كلنا بنعرف هالشي وبتصور حزب الله بيعرف هالشي عم بيخسروا رجال محاربين هاللي هني من أفضل الرجال عندون هاللي يدربون ودربون سنين طويلة وهاللي إلى آخرين في خسارات هاي واحد نين قد ما يضحي الشعب اللبناني مانا نضحي ايه ومن روح شهده بالنهاية بجي يجي وقت نيقول ما بقى فينا نضحي ثلاثة في قرى بالجنوب وبرات الجنوب اسرائيل عم تضربها يعني دايما اننا نمرق بفترة اسرائيل تضرب بلبنان بجنوب لبنان اوقات بالبع اوقات ببعالبك اديش مانا نمرق بهالفترة وحزب الله يغد النظر هو ما عم بيغد النظر اطعين لها سبع ما عم يضربها لأسرائيل بس داي الخسارات بدأت تتراكم في تراكم خسارات بالنهية بدأي يجي وقت برأيي أنا حزب الله يمكن يفكر دفعنا تمن كتير غالي بدنا هدني الهدني بدنا نأكدها طويلة هدنة اسبوع ما بتعني شي حتى السبيع قصيري ما بتعني كتير بدأت تكون هدني طويلة على أمل نتفاهم على إشي نحنا قبلنا نحنا يعني حزب الله عم بحكي هلأ عن حزب الله ما حدا قل لي ما حدا موكلني حكي عنه طبعا لا بس أنا عم بحلل انه ربما هيك بفكر حزب الله ويصال لها التفكير حتى لو ما فكر اليوم هيك بجوز يفكر بعد شي جمعتين هيك بعدين حزب الله قدر يقبل بترسيم الحدود البحرية مع مين قبلها؟ مع اسرائيل مع اسرائيل مين أدري يصال لهالقبول من اسرائيل ومن حزب الله؟ مين اليسر هالأمر؟ مين؟ أمريكا صح ولا لا؟ صحيح إذن أمريكا أدرت تلعب دور الميسر إذا بدي سميها هيك مع عدوين واتنينتهم قبلوا كيف؟ أدري تلقي طريقة تعطي فريق من الفرقاء أمور هني بدون إيها والفريق الآخر أمور هني بدون إيها بس اليوم حزب الله ممكن يكون بدو إشة كتير بالداخل اللبناني يستطيع الأمريكي أو بيقبل الأمريكي يعطيه هذه المطالب؟ أحدا لعموله أنا ما بفتك الأمريكي بيقوله لحزب الله أي منعطيك رئيس الجمهورية ونحنا كنا بالبيت الأبيض وحكينا مع البيت الأبيض وحكينا مع وزارة الخارجية وحكينا مع مجلس الشيوخ وحكينا مع مجلس النواد وكلهم قلنالوا النفس الشي ما في مقايدة على رئيس الجمهورية وما حدا عرضنا وقالوا معكم حق ما في مقايدة على رئيس الجمهورية طب هني بالنسبة للـ 17-01 مصرين على تطبيقه كمان مصرين على تطبيقه كله بس نحن موقفنا نحن اللي بقول نحن يعني اللبنانيين الأمريكين نعم يعني لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكين يعني تمام مؤسسات كبيرة كبيرة جداً بأمريكا موجودة على الأرض بأمريكا بالولايات المختلفة بأمريكا بتصوت لنواب أمريكين ونحن من قاللهم نحن صوتنيكم نعم صوتني لكم بلينا ما بتطلعوا إذا بتضروا لبنان ما بقى نصوت لكون. خلي يخسر الحزب الديموقراطي أو خلي يخسر الحزب الجمهوري. نحن بسئبة من الحزبين وهي قوتنا. نحن منمثل الحزبين كاللبنينية ونحن كتار بمحلات عديدة. منا كاليفونيا منا نيويوك منا واشنطن دي سي نحن بالمدن الكبرى كتار عددنا كبير. فاعلين لنا صوت. لنا دور عم نقلف لوبي إذا بدك ما منحب نتعلم الإسرائيلية شي بس تعلمنا من أنه اللوبي لازم يكون قوي ولازم نضغط على أمريكا ونحن قوة ضغط. اليوم في شكوى تحديدا من المسيحيين في لبنان بأنهم مستبعدين عن القرار وأنه في فراغ برئاسة الجمهورية وفي شكوى بهذا الموضوع. وفي كتير حكي كلام المسيحيين بيحكوا عن فدرالية ويحكي عن التقسيم. ممكن إعادة الدور المسيحي في لبنان أو ممكن مش بس كدور مسيحي ولكن كدور قوة بتسمي حالة سيادية استقلالية. ممكن إعادة هذا الدور أو استعادة هذا الدور أو لا؟ ممكن جدا استعادة هذا الدور. أولا رئيسة الجمهورية في لبنان إلا دور كتير كبير الدستور بنص هيك. صحيح في تأخير بانتخاب الرئيس أو رئيسة الجمهورية. علينا نحن بالداخل أنه نشتغل تنلقي الحل. ما في قيادة إذا ما فيها تلقي الحل بتعريف القيادة بتعريف القيادة جزء من التعريف القائد أو القائدة هو أو هي الذين يجدوا الحلول. بيلقوا الحل. بيفتروا عليهم. بيخترعون. بيعملوا تحالفات مع آخرين. بيعملوا تحليلات سياسية استراتيجية تقدروا يلقوا الحل. خلينا نلقي الحل. أمريكا برجع بقول والحكم الأمريكي عم بحكي عن الحكم الأمريكي الموجود حاليا مع أنه عندنا مآخذ كتير عليه. مش قليلة المآخذ. ولكن منفتش على نقاط التقاء معهن. ونقطة الالتقاء كانت حول رئيسة الجمهورية. هني اللي عم بيقولوا ما بيصير بقى لبنان يستمر بلى رئيسة جمهورية. لأنه بتلومونا قالوا لنا إلنا نحنا اللبنانيين الأمريكيين. إنه لما بتروحوا على لبنان عم بتشوفوا بس رئيس الوزارة ورئيس المجلس. قالوا لنا مهو هني الموجودين. الموجودين. ما فيرغة رئيسة الجمهورية. مين بتكون نشوف؟ عبوة نعرف نحكي مع رئيسة جمهورية ورئيسة الجمهورية. عبوة تكونوا على الطاولة برئيسة الجمهورية مش بأي رئيس آخر. طب يقبل حزب الله مثلا برئيسة الجمهورية يطرح مسألة سلاحه على بساطة البحث. من هون أنا عم بقول في مراحل المرحلة اللي الأولى مرح يقبل مرحلة اللي الأولى مش هيقبل بلاش ننطبق بالـ 17-01 صار في وقف دائم لأطلاق النار صار في منطقة منزوعة السلاح بأل جنوب من بعدها شو بنعمل؟ بالأول خليني شوف الربح وين أنا الربح للبنان إذا صار هيك والربح كمان لحزب الله وقفنا الحرب. وقفت له الحرب على الحزين. بطل عنده خسائر بطل عنده خسائر. وفي شيء أكتر إسرائيل ناوية على الحرب إسرائيل ناوية على حرب ما رح أقول شاملة لأن ما حدا بيقلنا شاملة بس كبيرة في فرق بينتنين بس نينتون مصيبة كبيرة كبيرة على لبنان وإسرائيل قادرة للأسف الكبير إنه تحطم قدمة فيها بلبنان إن كان بجنوب أو ببرات جنوب يعني بتطلع بتطلع بتوصل على صيدة بتصال على بيروت لأ بيقولوا في ناس بس بالضاحة لأ ما فينا نأكد هيك شيء بتصال على بيروت بتروع على جبال يمكن بتعطيك عزر إنه ربما في إشياء تحت الأرض نضرب هونيك مين بده هالشيء؟ بتروع على العلبك بتروع على البقاء بتروح وينما كان بتصال على أهدين الشيء مزعج كتير كتير هالتفكير إنه إسرائيل في التاني في التاني خالص ما بتتأيد بقوانين الأمم المتحدة ولا بقوانين أمريكا ولا بقوانين جنافل طبع الحرب ولا بقوانين حدا اطعيا بتاتا ما بتتأيد فيها تضرب ضرب عشوائي جدا ومؤلم جدا ومدمر جدا للبنان إذا منتجنب الحرب حزب الله بيستفيد ولبنان ككل بيستفيد طب اليوم ممكن يصير فيه تغير بالسياسة الأمريكية تجاه لبنان البعضة بيقولوا إنه ممكن ما يجد أي جديد في لبنان قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيدا كلام صحيح وإذا ما قلتلك صحيح كنا عم بنكر واقع أمريكا يعني ما فيه هلأ وضعنا باقي هاك بانتظار الانتخابات الأمريكية وضعنا مش تمام باقي هاك هي الحكم الأمريكاني الادمينستريشن الأمريكانية تبع بايدن عم بتحاول تأنعنا إنه انتخبوا رئيس جمهورية قبل بمعنى هلأ لأنه إذا ما قدرنا نضبط إسرائيل هاي الورقة اللي بايدنا اللي فينا نضبط فيها إسرائيل هاي هي الورقة إذا ما انتخبتوا فلتاني القصة مثل ما هي فلتاني ما منضبط إسرائيل ويمكن تضرب بالضرب القاسلي جدا وبعدين قد ما تقربوا على الانتخابات قد ما نحنا ما بقى نهتم به هاك أمور همنا الأول والأخير هو الانتخابات يعني اليوم نحنا حكيناهم بشباط إذا بتقرب عن نص الصيف بطلوا يحكم معنا بطلوا يحكم مع حي أي حدا كان الهم من الانتخابات وصفت المنافسة مين مع إسرائيل أكتر بايدن ولا ترامب هاللي مع إسرائيل أكتر بيربح حتى بالرغم من الخلاف القائم بين إدارة بايدن والإسرائيليين طبعا طبعا بالرغم مع كل الخلافات في خلاف بين إدارة بايدن وبشكرك أنه ذكرته لأنه أمر مهم في خلاف بين إدارة بايدن والإسرائيليين وخاصة نتناياهو ووزير الدفاع ووزير ثلاث أربع وزراء خاصة مختلفين معهم بس ما رح يوقفوا دعم إسرائيل. ليش؟ لأنه فيه الكونغرس وفيه مجلس شيوخ اللي بعدهم ندعمينهم مع ميركا تحكم من البيت الأبيض ومن الكونغرس سوا. طيب عودة ترامب إذا حصلت إلى البيت الأبيض شو ممكن يعني وممكن تاخد الأمور بالمنطقة نحو المزيد من التوتر أو لا؟ بدك رأيي أنا؟ مزيد من التوتر. مزيد كبير من التوتر وعدم اهتمام بأي شيء اسمه حقول الإنسان. يعني غزة نحنا اللي منقول نحنا مع غزة ليش؟ نحنا مع عدم قتل الأطفال. نحنا مع عدم قتل أي حدا مش حامل سلاح نحنا مع قرارات جناف جينيفا بخصوص الحروب يعني قرارات جناف بتقول ما بتقتل أولاد ما بتضربه مستشفى ما بتضربه مدرسة ما بتقتلوا النساء مش حاملين سلاح هذا كله عم بيصير بإسرائيل بيجي ترامب آخر همه القرارات العالمية على القليل بايدن بعده بيحكي فيه فيه يعمل أكتر بايدن ما عم برره أبدا مخطئ بايدن إنه يبعد دعم لإسرائيل مخطئ الخطأ الكبير أنا قلتا أنا معي ريحاني قلتا فيه كنت وقفوا إسرائيل بتوقيف الدعم بسلاح بس الإنعكاس على البدن شو بيكون؟ يمكن تفلت إسرائيل أكتر تفلت بكل معنى مثل وحش بري مجريم نصاب بالقلب وبدو يكسر كل حدا دق فيه أنت رح تبقى مرشحة على الانتخابين طبعا ليش مش ممكن إلا ما أبقى مرشحة هتقلك لي لأنه هدفي واحد ما عندي هدف تاني خدمة لبنان عن طريق توظيف كل علاقاتي الدولية من أمريكا ومن السعودية ومن غير أمريكا وسعودية بس خاصة من هاتنين وتوظيف كل خبرتي بالإنماء العالمي اللي مركز خبرتي أنا مركزة على التربية وربط التربية بالاقتصاد عن طريق سوء العمل هالخبرة هاي وهالعليقات هاو بساعدوا لبنان كتير أنا بدي أخدموا للبنان أعطيني مرشح عنده كل هاو وما عنده وزيد عليها غبرة غبرة من سمعت إنه يمكن فيه فساد شعرة شعرة ما فيه لكنت وزيرة مال بفترة معينة هاللي فيه مال اختفى وما منعرف إذا وزير المال عارف فيه أو لأ وإذا غطيه أو لأ ولكنت ولكنت مع حزب معين هاللي استلم أو ما استلم وشو عمل وشو ما عمل أنا مستقلة مية بالمية أنا سيادية مية بالمية الاستقلال ما بيمنع سيادة أنا إصلاحية مية بالمية لايك مستقلة مية بالمية سيادية مية بالمية إصلاحية مية بالمية وبدأ أختم لبنان شعب لبنان ما بدي ورد حدا وبحكي مع الكل عندي ما وقفي ما بتنازل عنه ما بتنازل عن السيادي بس أنا بفتح الحوار مع الكل تقل إيه الحلول ودارسي قيادي بهارفرد جامعة هارفرد الدار يوم الأمريكيين بعدهم مؤمنين بالجيش اللبناني واستمرار الدعم للجيش اللبناني بالرغم من أنه في أصوات عم تطلع أنه لش بدنا ندعم الجيش اللبناني مع بيقدر يواجه حزب الله صح لقلته كتير مضبوط كتير ودقيق فيه اتنين بعدهم ندعمينه للجيش اللبناني فيه أصوات وأنا سمعتها بالكونغرس مش بالبيت الأبيض أنه ما بيقدر يقف بوجه حزب الله جوابنا كان مش شغلته هلأ يقف بوجه حزب الله هيدا جوابنا أنتو عليكم تساعدونا نلقي الحل النهائي مش حل موقت بين إسرائيل بالأول أنتو إسرائيل وغزا حلوة هونيك بس نحن عم نحكي لبنان بين إسرائيل ولبنان يعني أصحة تسمحولها تدخل على لبنان أو تعلن الحرب الكبيرة على لبنان وتانيا بتساعدونا عن طريق المفاوضات عن طريق النقاش عن طريق الممثل الرئيس الأمريكي اللي بيجي وبروح عن طريق الخماسية عن طريق عدة طرق أنه حزب الله يقتنع بالعودة 10 كم لورا وبعدين نحن لبنانيا بس يكون عنا رئيس بنبقى نتفهم نحن وحزب الله بقصة السلاح وبقصة الجيش أنتو بس تساعدونا بهال واقفو لنا إسرائيل إذا هذا هو التمن يمكن حزب الله بيقبل يدفع هالتمن كرميل لبنان ككل حدا فيه يقول لي أنت ميثالية أنا رح أقول لا أنا مش ميثالية أنا لبناني وحزب الله لبناني وحزب الله ربما يقبل أن يدفع التمن أنه يرجع 10 كم لورا بغض النظر عما تريده هو إيران بأنع على إيران هو هو موالي بشكل كامل لإيران قالك صح بس يمكن هو بأنع على إيران مين قال أنه حزب الله مش قادر يتعاطى مع إيران وأنع بشغلي معينة بخصوص لبنان أنا بحب يسمعني سيد حزب النصر الله يمكن هو في أنع على إيران إنه كرميل لبنان نقبل به التنازل هيدا مش كل شيء ما أنا عم بسميها مراحل مراحل ست ماريحاني بدأ أشكرك أهلا وسهلا فيك ببرنامج هنا نحكي شكرا لحضورك أهلا وسهلا شكرا ومشاهدينا أيضا بدأ أشكركم على مدابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة